بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك عزيز الطالب ضمن هذه الدروس لشرح مقرر تنظيم حاسبات 2 نحن في الباب الأول من هذا المقرر وهو بعنوان Center Processing Unit أو وحدة المعالجة المركزية وفي هذا الباب ننتقل إلى الدرس التالي Chapter 1 Lecture 3 هذا هو الدرس الثالث وهو بعنوان CPU Organizations ما هي التنظيمات المستخدمة في وحدة المعالجة المركزية Computers fall into one of three types of CPU Organizations جميع الحاسبات تقع ضمن أحد ثلاث أنواع من أنواع التنظيمات فيما يخص وحدة المعالجة المركزية هذه التنظيمات الثلاث هي أولا General Register Organization تنظيم السجل العام ثانيا Stack Organization تنظيم الركام ثالثا Single Accumulator Organization أو تنظيم المعالج الواحد هو أحد سجلات الحاسب يسمى AC Register وهذا النوع من أنواع التنظيم الذي نستخدم فيه Cumulator 1 يسمى Single Accumulator Organization طيب نبدأ النوع الأول من أنواع التنظيمات وهو General Register Organization هذا النوع له اسمان آخران يعرف بما بالإضافة إلى هذا الاسم الاسم الثاني هو Common Bus System نظام الناقل العام Common Bus System أو Bus Organization تنظيم الناقل وطبعا الاسم الأصلي في العنوان هو General Register Organization تنظيم السجل العام كلها اسم لنفس التنظيم طيب كيف يعمل هذا التنظيم أفضل طريقة لفهم عمل هذا التنظيم هو بأخذ مثال بسيط في هذا المثال نفترض أن CPU عنده سبع سجلات ونرسم له طريقة التنظيم بنظام الناقل العام إذن Example A Bus Organization for 7 CPU Registers نحتاج فيه الآتي لعمل هذا النظام في هذا المثال نحتاج إلى اثنين Multiplexers نحتاج إلى اثنين Buses Bus A وبس B وطبعا نحتاج إلى وحدة حساب ومنطق ثم نحتاج إلى Decoder لتخزين الناتج الذي يخرج من الالو في أحد السبعة سجلات هذه الاحتياجات نوضحها في البلوك دياغرام إذن Bus Organization for 7 CPU Registers can be done with this بلوك دياغرام كما نرى في الرسم عندنا سبع سجلات 7 Registers أو سبع سجلات هذه هي وعندنا Input خارج دخل خارجي أو External Input إذن خيارات ال Input إما أحد هذه السبع سجلات أو ال Input الخارجي عدد خيارات الدخل تساوي 8 واحد Input خارجي ثائد سبع سجلات الاثنين Multiplexers الذين نراهم باللون البني Max 1 وMax 2 تتقبل أحد هذه الثمانية خيارات في دخلها لتخرج لنا ناقلا واحدا إذن Multiplexer 1 أو Multiplexer 2 سعتها 8 في واحد طيب كيف تختار هذه Multiplexer ما يدخل إليها في ال Input نحتاج إلى Selection Bits طبعا كل Multiplexer له Selection Bits وبما أن الخيار أحد واحد من ثمانية إذن نحتاج ثلاث Bits لماذا؟ لأن 2 to the power 3 تكفي الثمانية تساوي الثمانية إذن Select B و Select A كل واحد منها 3 bits لأننا نختار واحد من ثمانية طيب بعد الاختيار يذهب محتويات الناقل A بص A ومحتويات الناقل B بص B إلى ALU ما زعيف على ALU هذه هي وحدة الحساب والمنطق وهي الجزء في CPU المسؤول عن تنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية إذن هناك عدد من العمليات يستطيع هذا ALU أن ينفزها كم عددها؟ هذا ما يحدده عدد البيتس في الأوبريشن نرى هنا أن هناك خمسة بيتس إذن هذه 5 بيتس إذن كم عدد الأوبريشن سال ALU أوبريشن ساوي 2 مرفوع للقوة 5 يساوي 32 عملية في هذا المثال هذه الوحدة تستطيع أن تنفذ ما مجموعه 32 عملية مختلفة بعد تنفيذ العملية بين محتويات الناقل A والناقل B يطلع الأوبريشن من ALU السؤال أين يذهب هذا الأوبريشن هذا الأوبريشن قد يذهب إلى جهاز خرج مثل البرينترس أو المونيترس في الحاسبات أو قد يتم تخزينه في أحد السجلات السبعة إذن نحتاج تحديد ل Destination Selection بيس Select Destination هذه Select Destination بما أن الخيار بين أحد سبعة سجلات أو Output Device إذن تختار من تمانية Different Outputs لماذا تمانية إما واحد من السبعة سجلات أو Output Device مثل البرينتر أو المونيتر طيب عشان نختار واحد من تمانية نستخدم في هذه الحالة Decoder Decoder ندخل له ثلاث بيتس في يفك الشفرة إلى أحد خيارات تمانية Outputs مختلف لذلك Select D هذه أيضا عندها سلاسة بيتس التي تدخل إلى Decoder ليخرج لنا Load Signal لأحد هذه السجلات السجل المختار بالثري بيتس الموجودة في Select Destination هو الذي يحصل له Load بناتج عمليات ALU أو الخيار الثاني أن يذهب الOutput إلى Output Device إذن هذا هو الشكل الذي يمثل بس Organization لسبعة سجلات في ال CPU نحتاج إلى 2 Multiplexer كما نرى في الشكل نحتاج إلى Decoder 3x8 نحتاج إلى ALU ونحتاج إلى ناقلين هذين الناقلين يوصلان البيتس الموجودة في أحد السجلات أو القادمة من External Input إلى ALU حتى يتم إجراء العملية سنختم بمثال بسيط لنفرض أن العملية هي R4 يذهب إليها R7 زائد R1 مثلا نعرف أن R7 ستذهب إلى Max 1 لماذا؟ لأن R7 هي Select A و R1 تذهب إلى Max 2 هذه R1 تذهب إلى Max 2 لماذا؟ لأن هذا الموقع هو Select B ثم يأتي محتوى R7 و R1 إلى ALU فيقوم ALU بإجراء عملية R7 زائد R1 إذن أحد خيارات الأوباريشن هي عملية الجمع سيختار ALU إجراء عملية الجمع بواسطة 5 إدس الموجودة في الأوباريشن سيليكشن سينطد ناتج من هذه العملية ناتج عملية R7 زائد R1 الآن حسب الميكرو أوبريشن الذي افترضناه هنا الناتج المفروض يذهب إلى R4 إذن هذا الناتج يعود إلى R4 كيف يعود إلى R4 لأن Select Destination Bits في هذه الحالة سيتكون هكذا 1 0 وهذا هو Binary ل Decimal 4 لما أن هذا Binary ل Decimal 4 إذن الديكودر تفعل Load Signal الخاص بالسجل 4 فتدخل نتيجة جمع R7 و R1 إلى هذا السجل و إلى الدرس القادم 2 1 3 3 3 2 5